في هذا السياق قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أن خطط التحرك لحل أزمة السودان تشمل المكونات العسكرية والأمنية والسياسية والإنسانية وفي لقاء خاص مع القهرة الإخبارية أكد وزير الخارجية المصري أن البيان الختمي لاجتماع الألية الثلاثية في تشاد أعاد تأكيد مبادئ قمة دول جوار السودان التي نعقدت بالقهرة معالي وزير الخارجية المصري أهلا بك على شاشة القهرة الإخبارية انتهى منذ قليل إعلان البيان الختمي لهذا الاجتماع الأول لألية الوزرية لدول جوار شملت خطة تحرك نريد أن نتعرف على تفاصيلها من معاليك البيان طبعا هو عاد تأكيد مصادرة في القهرة عن القمة الأولى التي عقدت لدول الجوار من مبادئ وخطة التحرك هي التي استغراقت وقت في بلورتها من خلال التشاور بين الدول الحاضرين لهذا الاجتماع دول جوار السودان وهي خطة بتكلف الوزراء وبتوزع المهام على السادة الوزراء للإطلاع بمسؤولية في إطار تنفيذ هذه الخطة وكما تضمن البيان فهي تشمل المكون العسكري والأمني المكون السياسي والمكون الإنساني بشيء من التفصيل لم ترفق خرطة الطريق مع البيان نظرا لما تم تكليف الوزراء به في البيان الذي صادر عن القمة من أن يرفع إلى السادة القادة هذه الخطة بعد بلورتها لإعتمادها وفور إعتمادها يبدأ تنفيذ هذه الخطة في عناصرها ثلاث لن أخوض في التفاصيل لأنها خطة متكملة بتتناول كل العناصر المرتبطة بالأزمة في السودان وبتسعى إلى إطلاع الوزراء والمسؤولين بمهام محددة